السلام عليكم انفجار هز العاصمة الإيرانية طهران مؤخراً وعلى الرغم أن هذا الانفجار هو صار الأسبوع الماضي ولكن كان هناك الكثير من الغموض على هذا الانفجار ليس هناك أي تفاصيل كافية عن ما جرى ولكن الآن التفاصيل أصبحت واضحة للغاية هذا الانفجار وين صار؟ هو صار طبعاً إلى غرب العاصمة الإيرانية طهران هذه هي طهران والمكان يبعد عن عمق العاصمة الإيرانية طهران تقريباً 47 كيلو متر في هذه النقطة تقريباً وفي إحدى المجمعات التابعة إلى منشآت هي خارج نطاق طهران يعني إذا أردنا نلقي نظرة على طبيعة الأقمار الصناعية والصورة لهذا المكان حتى تصير أوضح أنه سنلاحظ أنه هي صارت في هذا المجمع لهذه المنشآت المهمة للغاية والضربة صارت على هذه المنشآت التي ترونها بهذا الاتجاه خلينا نقترب أكثر على هذه المنشآت لكي نراها بشكل أوضح هذه المنشآت التي ترونها وإذا ما قلبناها حقيقة على 180 درجة بس حتى نقدر نقارنها بطبيعة الصورة التي جاءت من الامج سات انترناشنال التي وضحت طبيعة الضربة اللي صارت هذه المنشآت التي ترونها سليمة ليس هناك أي مشكلة ولكن الصورة اللي جدت طبعا من الاس اي توضح تماما بأن هناك ضربة صارت وهذه الصورة من القمر الصناعي جاية في تاريخ 27 تسعة 2021 الضربة صارت يوم 26 تسعة 2021 يعني القمر الصناعي أخذها بيوم واحد فقط وحتى قارن يعني صورتين أخذوا الاس اي الامج سات انترناشنال وضحوا أنه قبل هذه الصورة من يوم 22 تسعة 2021 وهذه 27 تسعة 2021 واضح هذه الضربة وواضح شنو الأثر اللي صار وطبعا هنا السؤال هل هي ضربة جوية ما الذي جرى هل هو حادث طبعا الضربة هذه صارت بهذا الشكل وهذا الانفجار هو بسبب عبوة كانت مزروعة بهذه النقطة بهذه الزاوية وطبعا انفجرت بهذا الشكل والمثير بأنه لو قارننا هذا الهجوم وهذا الانفجار اللي صار بهجوم أيضا صار العام الماضي في شهر 7-2020 على وحدة من أهم المنشآت النووية في إيران اللي هي منشآت نتانز النووية هذه هي منشآت نتانز قبل أن يصير بها أي شيء وهنا شهر 7-2020 كما تلاحظون بنفس الطريقة أيضا يعني هناك قنبلة أيضا كانت مزروعة بهذا الاتجاه وطبعا صار الانفجار بشكل أكبر من المشآت التي نراها الآن الأثر كبير جدا والأثر هائل للغاية وهنا طبعا توضح طبيعة الاختراق اللي موجود الذي نتحدث عنه في الداخل الإيراني على مستوى هذه المشآت المثير للمشآت التي نتحدث عنها اليوم هي كانت سببا رئيسيا في سقوط هذه الطائرة طائرة الأوكرانية اللي هي بوينغ 752 اللي حرس الثوري الإيراني ضربها بالغلط وقتلوا الكثير من الأبرياء اللي موجودين بها ولحد الآن طبعا هذه المشكلة قائمة حول هذه الطائرة الأوكرانية وهذا طبعا اللي صار مع الطائرة الأوكرانية حتى نفهم القصة مالتها هذا هو المجمع الذي نتحدث عنه اللي بين مشاء اللي هي تقريبا بهذه النقطة في ذلك الوقت كان في شهر الواحد 2020 الإيرانيين كانوا قد انتقموا للجنرال قاسم سليماني بقصفهم لقاعدة عين الأسد وما يعرفون إش قد جنرالات أمريكيين ممكن قتلوا في ذلك الهجوم وبالتالي السؤال الأهم بالنسبة للإيرانيين إنه شنو ردت فعل الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأساس الدفاعات الإيرانية كانت متأهبة وكانت على أهبة الاستعداد من أجل التصدي لأي هجوم محتمل من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك الطائرة الأوكرانية في ذلك الوقت هذه هي طبعا مطار إمام الخميني الدولي قارت الطائرة من هذه النقطة في ساعة 6 و 12 دقيقة الفجر وصلت إلى هذه النقطة طبعا هذه النقطة هي تبعد تقريبا 7.7 كيلومتر عن الهدف والمشأة التي نتحدث عنها اليوم مباشرة ضربت من قبل الدفاعات التابعة لها الحرس الثوري الإيراني وطبعا جدت صور من هذا الاتجاه تصور هذه الطائرة فقد أي عملية اتصال مع هذه الطائرة انتهت وبالتالي الطائرة شاهدوا ووجدوا حطامها تقريبا بهذه النقطة موجودة وبالتالي ضربت بهذا الشكل المأساوي وبالتالي هنا السؤال الأهم هذه المنشأة يعني ما هي هذه المنشأة لماذا هذه الدفاعات عن هذه المنشأة بحيث الطائرة لما اقتربت من اعدها على هذا البعد مباشرة ضربت الطائرة وبالتالي هذه المنشأة هي مهمة ومهمة للغاية وهي طبعا متعلقة في عملية تطوير الصواريخ البارستية في الداخل الإيراني وهي تابعة إلى مجموعة سمها مجموعة شهيد همة الصناعية والأنتي آي لديها تفصيل على هذا الموضوع يجب أن ننتبه إليه شوف شون اللي قالت الأنتي آي مجموعة شهيد همة الصناعية مسؤولة عن برامج الصواريخ البارستية الإيرانية بما في ذلك صواريخ شهاب ثلاثة وبالحديث عن شهاب ثلاثة هذه الصواريخ أصلا بالأرشيف النووي اللي سيطر علي الموساد الإسرائيلي في عام 2018 وعرضها الرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو شهاب ثلاثة من الأرشيف النووي هناك صفحة متعلقة بهذا الصاروخ تحديدا بأنهم أصلا رسموا كل الرسومات ووصلوا إلى نتيجة واضحة جدا هندسية وتقدموا وعرفوا وشلون يخلون الرؤوس النووية على صواريخ شهاب ثلاثة التي تصل مداها الآن إلى 2000 كم معناها تقدر تنطلق من إيران وتضرب البحر المتوسط تغطي الشرق الأوسط بأكمله وبالتالي توضح هذه الدراسات وهذه المقدمة والبرزنتيشن التي نراها هي طبيعة الدراسات اللي وصلوها وأكملوها وبالتالي شهاب ثلاثة مهم ومهم للغاية بالقضية النووية تحديدا فلذلك نحن هنا أمام ضربة نوعية يجب أن لا نستبعد طبيعة التأثير اللي صار بهذه الضربة ولكن على الرغم من هذا الهجوم الذي نتحدث عنه الآن وهذا الاختراق الكبير إلا أن هذا لم يغير من رأي إيران في طبيعة المفاوضات النووية لا بالعقس بل أن إيران قوية وقوية للغاية والآن طربة من الولايات المتحدة الأمريكية أنه أنت يا أمريكان إذا كان لديكم حسن نية فأعطونا الآن 10 مليار دولار من المليارات والملايين الدولارات التي هي مستحقة إلى إيران والتي هي طبعا مجمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى نعرف حسن النية لديكم أيها الأمريكيون وبالتالي هذا يصعب طبيعة المفاوضات النووية بشكل كبير وغموض هائل كيف سيعودون إلى المفاوضات النووية في ظل هذه الشروط التي طرحت من وزيرة الخارجية الإيرانية وبالتالي هنا هناك أسئلة طرحت الآن على الجانب الإسرائيلي أنه أنت تعالوا شنو رأيكم في الموضوع صراحة ضربون؟ ما ضربون؟ هل أنتم مسؤولين عن هذا الأمر أم لا؟ وبالتالي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومعioni عنها ثلاثة خيارات ستعمل عليها الأولى أن هم ممكن الإيراني يوصلون إلى القنبلة النووية ولكن نحن لا نعتقد بأن الإيرانيين سيهدفون الوصول إلى القنبلة النووية الآن لكن ممكن على المدى البعيد يوصلون إليها والخيار الثاني بالنسبة لإيرانيين أنه ممكن أن يستمرون في طبيعة التخصيب اليوراني وهذا متوقع والأوبشن الثالث أنه ممكن الإيرانيين يتوجهون إلى اتفاق جديد غير هذا الاتفاق اللي صار في عام 2015 بالتالي هذه قد تكون أخبار جيدة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي أيضا تريد اتفاقا جديدا حول هذه القضية ولكن مع ذلك على الرغم من كل هذه الأمور التي نتحدث عنها إلا أن بوليتيكو الأمريكية وضحت أن الأوساط الأمريكية قلقة للغاية من طبيعة أن إيران تلعب على الوقت وتشاؤم والتشاؤم يكبر مع الوقت في ظل وحقيقة عدم وجود أي طريق لهذه المفاوضات النووية للعودة بأي شكل من الأشكال على الأقل حتى هذه اللحظة سنرى ما الذي سيحدث بالتأكيد في الفترة القادمة ولكننا سنناقش تفاصيل هذا الهجوم المثير الذي جرى وما ممكن أن يحدث في الفترة القادمة وإن كان سيؤثر على المفاوضات النووية أم لا مع ضيفنا